مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب من هو يسوع المسيح؟ شخصية يسوع المسيح هي الشخصية التي غيرت مجرى التاريخ كله فهو أكثر شخصية غيرت التاريخ أكثر شخصية أبهرت العالم أكثر شخصية حيرت العالم أكثر شخصية كتب فيه شعرا أكثر شخصية رسمة أو تخاع كما تخيله الفنانين والرسامين أكثر شخصية أيضا عملت معجزات أكثر شخصية مذالت تعليمه تؤثر في كل البشرية بالإيجاب أمام معجزاته قال التلميذ من هو هذا حتى أن الريح والبحر يطيعانه وأمام أيضا تعليمه قال الأعداء من هو هذا لأنه كان يعلم بسلطان وليس كالكتبة والفرسين يسوع المسيح لأجل هذا عنوان حلقة اليوم هو من من البشر قال أنا هو مين من البشر وقف وقال أنا هو نور العالم أنا هو خبز الحياة أنا هو الطريق والحق مين من البشر قال هذه العبارات لأنه هرده هنقف أمامها ونتأمل فيها سويا من من البشر قال أنا هو أنا هو ليست عبارة بسيطة يرددها أو رددها المسيح يسوع لكن هذه العبارة بالذات هي عبارة يفهمها السامعين جيدا الذين كانوا يسمعون إلى كلامه هي عبارة يفهمها كل دارس للعهد القديم هي عبارة يدركها كل من قام بإراية العهد القديم وبالاطلاع عليه أنا هو ما سر هذه العبارة وإلى من تشير أنا هو من العبارات المهمة التي استخدمها الرب يسوع للإشارة فيها إلى طبيعة شخصه أنا هو هذه العبارة وردت مرات ومرات وفي إنجيل يحنى أتت سبع مرات أو بنسميها الأقوال يسوع السبعة هذه العبارة يربط الرب يسوع نفسه بإله العهد القديم فهي ليست مجرد أنا هو لكن هذه العبارة في معناها هو أن يسوع المسيح يجعل من نفسه إلهاً بل يقول أن إله العهد القديم قد أتى إليكم وحال بينكم عندما يشير الرب يسوع بنفسه بعبارة أنا هو فهو يربط نفسه بشخصية إله العهد القديم الذي هو يهوى وماذا قال يهوى عن نفسه في سفر الخروج وفي أصحاح ثلاثة عندما كان الله يدعو موسى لكيما يأتي ويرسله فينزل إلى فرعون ويخرج شعبه بني إسرائيل من أرض مصر واحدة من الحجج التي استخدمها موسى لكيما يعني يتحور مع الله ويرفض الدعوة التي ربنا بيوجهه وقال له طبعا أنا لما روح أقلهم أني أنت رسلتين هيقولولي ما اسمك اسمك إيه فهنا بيقول الرب لموسى أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فقال الله لموسى أهي الذي أهي ده اسمه أهي الذي أهي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم بهذا الإعلان أهي أنا هو الكائن والذي كان والذي يأتي أنا الإله الذي اسمي أهي وقد أرسلتك يا موسى إلى شعب إسرائيل بهذا الإعلان الشخصي أعلن الله عن نفسه وفهم شعب إسرائيل أن هذا هو إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب نفس العبارة استخدمها الرب يسوع أهي أنا هو وهنا الرب يسوع في كل معاملاته وفي كل كلامه عن نفسه كان يؤكد هذه الحقيقة وقد جمع يحن الحبيب أقوال يسوع السبعة وأعلاناته عن نفسه بكل وضوح في سبعة مرات أعلن الرب يسوع أنا هو أنا هو المرة الأولى قال في إنجيل يحنى وأصحح 6 وعدد 35 أنا هو خبز الحياة أنا هو خبز الحياة في أصحح 8 وعدد 12 قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة في أصحح 10 وعدد 10 قال أنا هو الباب أنا هو الباب فأصحح 10 أيضا وعدد 11 قال أنا هو الرعى الصالح والرعى الصالح يبدل نفسه عن الخراف فأصحح 11 وعدد 34 قال أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا فأصحح 14 وعدد 6 قال أنا هو الطريق والحق والحياة وفي أصحح 15 وفي عدد 1 قال أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام هذه الإعلانات كل إعلان فيها هو إعلان عن طبيعة المسيح كل إعلان فيها هو إعلان عن من هو يسوع المسيح وكيف أن يسوع المسيح في كل هذه الإعلانات كان يعلن عن أنه هو الكلمة المتجسد الله الظاهر في الجسد وهنشوف مع بعض هذه الإعلانات السبعة ونفهم معناها لأنه محدش يقدر يقول هذه الإعلانات إلا إذا كان فعلا بيعنيها ما شفناش واحد من الأنبياء قديما سواء موسى أو إليا أو أليشع أو إشعياء أو أرمية وقفوا قال أنا هو نور العالم ما شفناش واحد فيهم قال كده ما شفناش واحد فيهم قال أنا هو القيامة والحياة ما شفناش واحد فيهم قال أنا هو الطريق والحق والحياة ما شفناش واحد فيهم قال أنا هو خبز الحياة وربط نفسه بالمن الذي كان يطعم شعب إسرائيل في البرية لمدة 40 سنة ولا واحد لم يجرؤ ولا واحد منهم أن يعلن مثل هذه الأعلانات ولا أيضا واحد فيهم كان يجرؤ أن يدعو الناس إلى نفسه لكي ما يجدوا الراحة عنده زي ما فعل يسوع المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم ولا واحد يستطيع أن ينطق بهذه العبارات إلا شخص يسوع المسيح فماذا تعني هذه الأعلانات وإن كان المسيح هو الوحيد من البشر الذي نطق بهذه الكلمات فما هو مدلولها وإلى أي معنى كان يشير أول واحدة أنا هو خبز الحياة أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي كلمات المسيح كلمات واضحة لا تحتاج إلى تأويل من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعتش أنا هو خبز الحياة عشان نقدر نفهم هذه العبارة وهذا الإعلان لابد أن نعود إلى القرينة ونحاول نفهم القرينة التي قال فيها الرب يسوع هذا الكلام كان الرب يسوع في حواره يتحدث مع اليهود واليهود قالوا له طب موسى أعطانا المن موسى أعطانا المن انتبأت الديناء هنا رابط الرب يسوع نفسه بالمن رابط المسيح بين المن السماوي الذي نزل من السماء وأشبع شعب إسرائيل في البرية أربعين سنة وبين شخصه فكما أكل الشعب المن قديما كذلك من يقبل أو يقبل يسوع المسيح يجد الشبعة ولا يجوع والمسيح هنا عمل مقارنة ما بين المن في القديم وما بين شخصه فيقول لنا هنا أن في القرينة دي أن المن كان الغذاء لأجساد شعب إسرائيل أما المسيح فهو الغذاء الروحي لأرواحنا المن كان لوقت مؤقت أما المسيح فهو شبع دائم لا ينتهي عشان كده الرب يسوع قال أنا هو خبز الحياة وما فيش واحد في بلادنا العربية يجهل هذه الحقيقة نحن شعوب لا نستطيع أن نعيش بعيدا عن الخبز فمصدر حياتنا ومصدر شبعنا هو الخبز وكأن المسيح بيقول أنا ضرورة إن كنت تريد الحياة إن أراد أحد أن يشبع إن أراد أحد أن يأكل إن أراد أحد أن يحيا فالحياة والشبع هي في شخصه وحده هذا الإعلان شعب إسرائيل يفهمه كويس قوي ويفهم قد إيه إنه هذا المن النازل من السماء واللي كان بينزلهم في البرية لمدة أربعين يوم أربعين سنة وكان عليهم كل يوم الصبح قبل شروق الشمس إنه يطلعوا ويجمعوا ويأكلوا منه وما كانش ينفع واحد ياخد لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام ويخزنوا عنه عنده في البيت لأنه كان لابد إنه يتاكل فرش كل يوم بيومه فيما عادة يوم الجمعة اللي أنت فيها بتاخد الجمعة والسبت لأن السبت يوم راح المسيح هو المشبع هو الخبز الذي إذا آمن به الإنسان لا يجوع ولا يعتش مين من البشر قال الكلام ده كل الأنبياء كانوا يقولون عن الرب تعالى الرب والرب يعمل كذا تعالى إلى الله وتوب إليه والرب يقبل توبتك ويعطيك شبعك المسيح وحده هو هو اللي وقف وقال أنا هو أنا هو قبز الحياة ده أول إعلان عن نفسه بيبدأ بعبارة أنا هو الإعلان التاني وهو إعلان مهم جدا جدا وأعلان رب يسوع مرتين أعلانه في إنجيل يحن أصحح تمانية وأعلانه أيضا في إنجيل يحن أصحح تسعة رب يسوع عن نفسه أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة أنا هو نور العالم وهنا نقف قدام الإعلان الإلهي دو ونقول بأي سلطان لو أنا شخص يهودي بس مع الكلام ده أقول بأي سلطان إحنا كيهود عارفين كويس أوي إن الله هو النور والله أعلن نفسه مرات ومرات في العهد الأديم من خلال النور فالنور كان إعلان لحضور الله فيأتي المسيح ويقول أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة شوف هنا في الخروج 13 لما الرب أخرج شعبه من أرض مصر وخرجهم من البرية وفي طريقهم من مصر إلى أرض كانعان اكتازوا في برية سينة كيف كان الرب يسير معهم وما الذي كان يعلن حضور الله وسط شعبه حكتين كان الله يسير معهم عمود نار ليلا وعمود سحاب نهارا اعلان حضور الله كان من خلال عمود النار اللايت النور الذي كان يضيء فالله كان بيسير مع شعبه في العهد القديم من خلال عمود النار التي كانت ترمز إلى حضور الله وسط شعبه وماذا قال المرنم داود في مزمور سبعة وشرين عن الرب قال الرب نوري وخلاصي من من أخاف الرب حسن حياتي من من أرتعب فالرب نوري نوري فكل العهد القديم يعلم جيدا أن الله هو النور الذي يبدد كل ظلام وأن النور يعلن حضور الله وأن المؤمن الحقيقي بالرب بيعتبر الرب نوره وخلاصه بعد أن يأتي المسيح ويقف قدام الجموع ويقول أنا هو نور العالم أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة إيه خطية العالم أن النور قد جاء وأحب الناس الظلمة أكثر من النور دي خطية العالم يسوع المسيح نور العالم مين من البشر قال أنا هو نور العالم ممكن يكون واحد يقول أنا تعليمي تنير الطريق أنا رسالتي نبراص للعالم التاء لكن مين منهم وقف قال أنا هو أنا أنا نور العالم ما حد ولو حد ألها مش ممكن حياته تصل إلى مستوى حياة المسيح في النقاء والطهارة لأن الله نور وليس فيه الظلم البتة كل نقاء ليس فيه خطية أنا هو نور العالم ورب يسوع برها على أن نور العالم عندما أعطى أيضا الأعمى أن يبصر وخلق له عين جديدة في يحن أصحح تسعة أنا هو نور العالم يبقى المسيح أعلن وقال أنا هو خبز الحياة والمسيح أعلن أيضا عن نفسه وقال أنا هو نور العالم يسوع نور في شخصه وفي طبيعته وفي عمله أنا هو نور العالم دي تعتبر شهادة ضمنية للهوت المسيح شهادة ضمنية بتؤكد طبيعة المسيح ولهوت طالله نور في صفاته وتجلياته زي ما شفنا كيف كان الله يتجلى في القديم من خلال عمود النار الله نور في صفاته وفي تجلياته المسيح نور في طبيعته يعني إيه يعني لا ظلمة فيه البتة ما فيه زلام كامل النقاء كامل القداسة المسيح نور في عمله في كل ما صنع يسوه كان المسيح ينير للآخرين فهو معطي الحياة وحافظ الحياة يضيء ويشفي يهدي ويعزي ده معنى النور أنا هو نور العالم أنا هو نور العالم لإعلان التالت والمهم أيضا أنا هو باب الخراف تقول لي يعني إيه بقى هنا باب الخراف الباب الذي منه تدخل الخراف الباب اللي بتجد من خلاله الخراف الأمان والسلام رابع سوع كان بيكلم عن الرعى الصالح وكان بيفرق ما بين الأجير وما بين الرعى الصالح الحقيقي صاحب الخراف وأعلن هذا الإعلان بوضوح أنا هو الباب هنشوف الآية في يحن عشر تسعة يقول كده أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرأة في قول المسيح هنا أنا هو الباب إعلان أنه هو المسيح اللي من خلاله فقط يحصل الإنسان على الخلاص وينال الحياة الأبدية فمن يدخل بيسوع يخلص وينال حرية يصير ابن لله ويشبع ويجد مرأة فبعيدا عن المسيح لا توجد حياة وبعيدا عن المسيح لا يوجد خلاص وبعيدا عن المسيح يصير الإنسان في نظر الله محكوم عليه بالهلاك الأبدي أنا هو الباب الباب الوحيد تكلم الرب يسوع أيضا عن أن هذا الباب هو باب ضيق تكلم عن شخصه أن الإيمان به يجعل الإنسان مختلف عن العالم أنا هو الباب إن دخل بي أحد إذا أمنت بالمسيح وقبلت المسيح ده معنا دخل بي أحد أول حاجة تنلها تنل خلاص تاني حاجة تحصل لك أن تصير ابن لله تدخل وتخرب في حرية والتالت حاجة أنك تجد مرعى شبعة زي ما أعلن عن نفسه وقال أنا هو خبز الحياة شايفين ده إيه إعلانات المسيح عن نفسه مهمة وكل واحد يهودي فاهم فاهم عشو كده الإعلانات دي كانت كانت سبب لكره اليهود له أبغضوه بسبب إعلاناته عن نفسه وعن طبيعته لكن في نفس الأصحاح الرب يسوع قال إعلان آخر أنا هو الراعي الصالح أنا هو الراعي الصالح وقال حاجة جميلة جدا والراعي الصالح يبدل نفسه عن الخراف الراعي الصالح يبدل نفسه عن الخراف طب إزاي اليهود فهموا إن المسيح هنا بيتكلم عن طبيعته لما بيعلن أنه هو الراعي الصالح العهد الأديم قدم الرب يهوى الراعي لشعبه فالله في طبيعته وعلاقته مع شعبه كانت علاقة الراعي بالقطيع فالله في العهد الأديم وصف نفسه مرات ومرات أنه هو الراعي وشعب العهد الأديم أيضا نظر إلى الله وراء الله بهذا الشكل أنه هو راعي ماذا يقول داود في مزمور 23 مزمور اللي كلنا حفظينه بدايت يقول الرب راعية فلا يعوزني شيء في مراعي خد نربدني إلى مياه الراحة يريدني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إلى آخر المزمور لكنه الحقيقة اللي بيعلنها هنا داود هي أن الرب راعية راعية وماذا يقول أيضا في مزمور 80 يقول المرنم يا راعي اسرائيل يوجه كلامه للرب يا راعي اسرائيل اسغي يا راعي يوجه يوجه كلامه ويكلمه كراعي اسرائيل زي ما داود قال له الرب راعية هنا أيضا يتكلم المرنم يقول يا راعي اسرائيل لكن كمان في نص آخر مهم في اشعياء 40 لما بيتكلم هنا اشعياء واصفا الرب في رعايته لشعبه ازاي ربنا بيرعى شعبه السورة اللي بيها بنعرف ونفهم رعايت الله لشعبه السورة الجميلة اللي بيقدمها هنا اشعياء هي سورة الراعي يقول هوذا السيد الرب بقوته يأتي وذراعه تحكم له هوذا اجرته معه وعملته قدامه كراع يرعى قطيعه يبقى الرب هنا كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حدنه يحملها ويقود المرضاعة زي ربنا بتعامل مع كل القطيع بتاعه الكبير والصغير بتعامل معه ازاي كما يتعامل الراعي لا بتعامل مع الرديع وتعامل مع الحملان يشيلها ويهتم بيها أكلها كراع يرعى قطيعه فالعهد الأديم مليان بالشواهد اللي بتؤكد أن الله هو الراع الصالح لشعبه وبعد أن يأتي المسيح ويقول أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخرافة فعلا الراعي الصالح يبدل نفسه عن الخرافة الراعي الصالح مش اللي 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 يفرد نفسه على الخرافة لكن الراعي الصالح هو الذي يبدل نفسه عن الخرافة قارنوا هذا بي من ادعوا أنهم رعاة ولكنهم في طبيعتهم كانوا زئاب مفترسة فكروا في نفسهم فكروا في نصبهم فكروا في الأخذ دون العطاء فكروا حتى في الانتقام من أي واحد ينتقدهم وشوفوا أدئي المسيح فعلا هو الراعي الصالح الذي بذل نفسه مش بس يبدو النفسه لكنه فعليا بذل نفسه عن الخراف مات نيابة عنه ده الراعي الصالح فأنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو الباب أنا هو الراعي الصالح ماذا قال يسوع أيضا عن نفسه قال أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحر وهنا نقف قدام إعلان قد يفوق إدراك عقلنا البشرية يعني القيامة والحياة وهنا المسيح كان يتحدث إلى مريم ومارثا لما مات العادر أخوهم وكانت العبارة اللي تقالت لو كنتها هنا لما مات أخي والمسيح قال لها أخوك هيقوم قالت له آه ما أنا عارف أنه هيقوم هيقوم في نهاية الزمان قال لها لا أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا هنا بنجد حكتين مرتبطين بالمسيح القيامة وكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت أن المسيح هو رب القيامة وأن المسيح هو صوته الذي عندما يسمعه الأموات الأموات يقومون لما قال في يحنى خمسة أنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوت ابن الإنسان فيها ساعة هتأتي يسمع جميع الذين في القبور كل الذين في القبور صوته فهو هو القيامة هو الذي يستطيع أن يقيم وهو أيضا الذي بقيامته ضمنا قيامتنا نحن والحياة المسيح هو الحياة من له الابن له الحياة هو معطي الحياة وش كده قال لهم أنه أنا هو القيامة والحياة من آمن به ولو مات جسديا فسياحيا هنا زي بيقولنا الدكتور قص إبراهيم سعيد في كتاب شرحه لإنجيل يحنى وفي الصفحة رقم 486 بيقول إيه بيقول أنا هو الحياة أنا المسيح أنا هو الحياة إن الحياة مودعة فيه لأنه هو أصلها هو أصل الحياة فلا توجد حياة بعيدة عن المسيح كل ما هو بعيدة عن المسيح هو موت فهو أصل الحياة بل هو ينبعها فيه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس المسيح المسيح هو أصل الحياة هو ينبع الحياة هو أيضا حياة معنى الحياة في شخصه فالمسيح هو الحياة بكل أنواعها لكل إنسان على حدة وهو الحياة لكل الكتلة البشرية يقوله كل البشر كل البشر هو الوحيد الحياة هو بيعطي حياة وبيعطي حياة أفضل هو معطي الحياة الروحية يقيم الإنسان الميت روحيا وهو أيضا معطي الحياة الأبدية لكي ما يعيش الإنسان إلى الأبد أنا هو القيامة والحياة أنا هو القيامة والحياة أجي إلى إعلان آخر ومهم إعلان المسيح عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به وهنا بنقف قدام إعلان آخر لا يستطيع أحد من البشر أن ينطق به أنا هو الطريق الطريق الواحد والحق والحق والحياة والحياة الواحدة وفيش وفيش حد ويجي بقى المسلم أريني أين قال المسيح إني أنا الله فاعبدوني وكل هذه الأمور مخفية عنه ومش عايز يقف قدامها يعني بقى لنا أكتر من حلقة بنتكلم بس عن إعلانات المسيح عن نفسه بداية من أن الملائكة هي ملائكته وأنه هو يخفر الخطايا وأنه هو الذي يجلس على كرسي الدينون وأنه هو الذي بالصوت يقيم الكل يقيم الأموات وأنه هو أيضا الوحيد الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي أنا هو وهنا جواب يسوع لفي لبوس يعتبر جواب يعني جامع ومانع في نفس الوقت جامع في قوله أنا هو الطريق والحق والحياة ومانع في قوله ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ما هو لو طريق واحد يبقى فعلا ما فيش حد هيقدر يصل إلا من خلاله إحنا في الإيمان المسيحي ما عندناش كل الطرق تودي إلى روما وفي الإيمان المسيحي ما عندناش إنه كل الديانات الأخرى عندهم جزء من الحق والمسيحية عندها جزء من الحق لكن ما فيش حد عنده الحق المطلق ما عندناش الإيمان ده إحنا عندنا الحق المطلق في شخص المسيح عندنا الطريق الواحد في شخص المسيح عندنا الحياة الواحدة في شخص المسيح فمش كل الطرق تودي إلى روما وعش كده نحن نكرز بالمسيح ومعندناش رسالة تانية نقدمها للعالم إلا شخص المسيح وكل ما هو بعيدا عن المسيح هو ظلام هو ظلام يقول كده أنا هو الطريق تصريح خطير لا يمكن لإنسان مهما كان أن ينطق به فقط المسيح أعلنوا عن نفسه مش ممكن أنا هو الطريق بمعنى لا يوجد طريق إلا أنا أنا هو الحياة الحق بمعنى لا يوجد حق سواه أنا هو الحياة معناها فلا حياة بغيره يعني يعني هو وحد الطريق هو وحد الحق هو وحد الحياة المسيح هو الطريق لطريق لأنه هو الوحيد الوسيد بين الله والناس ده ده الوسيد بين الله والناس ده الوسيد اللي يمثلني ويمثلك أسبوع اللي فات كنا بنتكلم وشفنا فيديو قولك إنه في يوم الحشر لما الناس روح لآدم يا آدم إيش فعلنا هيقول لهم إزاي ده أنا زيكم أنا واقف في الطبور معاكم والحر والعرق بعدين يروحوا لنوح يا روح نوح إيش فعلنا أنا برضو زيكم ما ينفعش أشفع لكم وهكذا من نبي إلى نبي من نبي إلى نبي حتى وصل الحال إلى المسيح يا يسوع يا عيسى إيش فعلنا يقوم بقى إيه عيسى ها يقول لهم ما فيش غير واحد روحوا لمحمد رسول الإسلام فقد غفر الله له ما تقدم وما تاخد يعني هو خاطئ يعني هو هو ما يزيدش عني وعنك هو مولود بالخطيئة ينبغي أن يكون الوسيد بين الله والناس بلا خطيئة قدوس بار طب مين من البشر حدش مين من البشر محدش يعني بالأولى يساعد نفسه ده بآخره يساعد نفسه لكن الوحيد الذي يستطيع أن يكون الوسيد بين الله والناس هو يسوع المسيح هو الطريق الوحيد المسيح المسيح هو الحق لأن وحده كلمة الله هو الوحيد كلمة الله فكر الله عقل الله الناطق بالحق المسيح هو الحياة لأنه هو الفادي الذي بموته وقيامته أعطى حياة بل وأفضل حياة لكن فيه حاجة تانية مهمة جدا لما نقرى عن حياة المسيح ونقرى الأنجيل حاول نتعلم عن حياة المسيح نشوف أن المسيح لم يكن معلم كباقي المعلمين ولم يكن متكلم كأحد الأنبياء المعلم يشرح ويفسر التوراة وأكتر من كده يستشهد بكتابات معلم اليهود المراجع اليهودية زي النهاردة أنا لما أجي أشرح الكتاب المؤدس أنا برجع إلى المراجع أنا برجع إلى المراجع برجع إلى الكتب المسيحية وأقول أنه فلان آل كالفين آل ولوثر آل وأريجانوس آل وإكليموندوس آل وأتناسيوس آل سويس لكن المسيح لم يفعل هذا ولو مرة واحدة طيب ناخد الأخت في ريال ألو ألو أخ أشرف أهلين أهلا بيك ربي باركك أنت كفيت ووفيت ربي باركك شكرا لك يعني لما الأخوة المسلمين يقولون أين قال المسيح أنه هو الله طبعا أنت ربي باركك كفيت ووفيت ولا الأخ وحيد وكل الخدام الأمنى شكرا لك فأنا هلأ بس أريد أقلم أنه المسيح له كل المجد ثمه الطاهر قال عن نفسه والرب لأنه في إنجيل مرقص إصحاع داعش لما أرسل ثم من تلاميذه لما دخل إلى أوريشاليم وقلم راح تروحون تشوفون جعش مربوط لم يجلس عليه أحد من الناس فحلاهم وأتيا به وإن قال لكم أحد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب الرب محتاج إليه من هو الرب من هو الرب غير الله ويسوء قال عن نفسه الرب ثم من هو اللي يقدر يغير الإنسان قلب الإنسان أخ أشرف من هو اللي غيرني ومن هو اللي غيرك ومن هو اللي غير ملايين من الناس من هو اللي غير شاول اللي كان إرهابي راح يقتل ويصطهد المسيحيين لما نلتقى بالرب يسوء وغيره وأصبح الرسول العظيم غير الله هو اللي يغير فإحنا نسلي إنه الرب أيضا يلمس قلوبهم ويلمس أذهانهم ويفتح قلوبهم حتى يغيرهم ويعرفون يلحق والحق يحررهم شكرا والرب يباركك شكرا لك يا أخت فريال شكرا لك يعني الأخت فريال بتذكرنا بحاجة مهمة جدا إنه المرات اللي قال فيها الرب يسوع عن نفسه الرب أو الكتاب تكلم عن المسيح الرب يجي المسلم يقول لك لا لا بس الرب معناها سيد لورد ده 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 جزء من معناها لكن لكن في كل ترجمة العهد القديم الكلمة التي حلت مكان يهوى ده لورد في العهد الأديم كانت كريوس كانت الرب نرجع إلى الرب يسوع وحياته إرى تعليم الرب يسوع إرى الموعز على الجبل وقفوا الدم الموعز على الجبل كم مرة الرب يسوع استشهد بمعلم اليهود كما قال التلمود اليهودي والعاخام اليهودي ولا مرة ولا مرة في كل تعليمه لم يستشهد المسيح مرة واحدة بأي من كتب اليهود التفسيرية ولم يتبع أي معلم من معلم اليهود وطرق تفسيره على فكرة هناك مدارس تفسيرية زي ما عندكم كده في الإسلام في مدارس تفسيرية الشافع والحنبالي وغير والناس التفسيرية المدارس التفسيرية المختلفة كويس في الموعز على الجبل الرب يسوع تحدث بسلطان سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول إيه ده سمعتم أنه قيل ده مكتوب في الشريعة أما أنا فأقول وكأن معطي الشريعة هو الوحيد الذي يقدم تفسيرا صحيحا للشريعة اللي بيقولك أنا أصدت بالعبارة دي كذا سمعتم أنه قيل لا تقتل أنا اللي مدي دي وأما أنا فأقول لكم اللي عايز أقولك أنا أصدي إيه بهذه الكلمات مش الأتل الجسدي لكن هناك قتل أيضا نفسي سمعتم أنا أقول لا تزني أنت بسيت على الزنا الجسدي لكن أنا عايز أكلمك أيضا عن فيه بعد آخر أنت ما فهمتهوش من الوصية اللي أنا ديتها وهو البعد النفسي الشهواني اللي جوه لم يقتبس يسوع اقتباسا واحدا في كل تعليمه من كتبات معلم اليهود أنا هو الأكتر من كده بقى الأكتر من كده المسيح لم يتكلم كأحد الأنبياء الذين كانوا يقولون دائما هكذا قال رب وليلي مرة واحدة المسيح قال هكذا قال رب ولا مر أخذ الأخت أماماد وأرجع أكمل من كاليفورنيا أهلا أهلا بيك أخت أماماد أنا أماماد أزي أهلا وسهلا بحضرتك الحقيقة أنا قاريت آية يعني حضرتك كنت عامل مرة برنامج كده المسيحيين بيسألوا يعني على حاجات برضو يعني وكده فأنا قاريت آية بيقول لو كان بالنموس بر فالمسيح إذن قد صلب بلا سبب يعني يعني هل النموس بيبررنا يعني إحنا عندنا عندنا إيه بالظبط يعني عندنا شريعة وعندنا الوصاية اللي ربنا كتبها بإيده الموسى وعندنا النموس يعني الحاجات دي كلها معرفش إيه الفرق بينها وإيه اللي ممكن لإيه أنا استغربت أول الآية اللي بتقول لو كان بالنموس ضر في المسيح إذن متى بلا سبب وشكرا مجرما مجرما في الكل والإنسان أثبت فشله في حفظه للنموس طب ليه ربنا أعطنا النموس ليه هل عشان أتبرر بيه لا لكن النموس علشان يكشف لي عجزي كإنسان وبالتالي يقضني للمسيح بمعنى إيه زي ما يكون عندك قانون بلد محطوط قانون المرور مثلا قانون المرور ده والمحطوط ليه محطوط علشان يعقبني لو أنا كسرت إحنا كلنا عندنا ميول للسرعة مثلا هنتكون راكب عربية وممكن تلاقي نفسك السرعة مثلا 65 مايل المحددة فيه مش عايزة أقول إنه 99 وتسعة من عشر لكن أعز أقول 100 في المية عندنا عندنا الميول طب إزاي إزاي القانون ده هل القانون ده وحش لا القانون ده حلو بس القانون ده محطوط علشان بزي ما احنا بنقول to restrain the evil بتاع الإنسان إنه يوقف شر الإنسان يحد من شر الإنسان واندفاعه نحو الشر وفي نفس الوقت يكشف للإنسان إنه عاجز إنه ما يقدرش يغير نفسه إنه خاطئ ويروح فين الإنسان الخاطئ يرتمي في المسيح فنحن لا نتبرر بأعمال النموس لكن نحن نتبرر ببر المسيح الذي هو أكمل النموس وبره حسب لنا نحن المؤمنين كبر فالإنسان يتبرر أمام الله ببر المسيح ده في عجالة لكن مرة ممكن نعمل حلقة كاملة عن الموضوع ده شكرك على اتصالك المسيح ولا مرة قال هكذا قال الرب ولا مرة بل قال الجموع عبارة أما أنا فأقول لكم أكتر من 145 مرة يقول المسيح أما أنا فأقول لكم والحاجات دي جماعة لازم نفكر فيها فعلا أخي أو أخت المسلم اللي بيسمعني أنت لازم توقف قدام العبارات دي لأن دي مهمة أما أنا فأقول لكم كما أن المسيح بدأ كلامه أكتر من 25 مرة يقول الحق الحق أقول لكم truly truly I say to you أن ما أقوله هو الحق وما أعلن لكم هو الحق فالحق متجسدا في المسيح والحق معلنا في المسيح وحده ولا يوجد لا حق ولا طريق بعيدا عن المسيح هذه العبارة التي لا نجدها في كتابات المعلمين السابقين ولا حتى اللاحقين الحق الحق أقول لكم شان الوقت أجي إلى الإعلان الأخير أنا الكرمة الحققية يحن 15 وعدد 1 إسرائيل كانت في العهد الأديم هي كرمة الرب الكرمة التي اعتنى بها كان يسقيها نهارا وليلا زي زي يقول لنا في مزمور 80 وفي إشعية أيضا وفي أرمية وفي حسقيال الرب كان يتكلم دايما عن إسرائيل هي الكرمة لكن للأسف هذه الكرمة لم تكن كرمة مثمرة انتظرت أن تصنع أثمارا جيدة فصنعت أثمارا رضية طب إيه بقى لم يقول المسيح أنا الكرمة الحققية أنا هو الكرمة الحقيقية أنا الذي أن أفعل مشيئتك يا إلهي سورت أنا الكرمة اللي من يقبلني يخلص ويثبت في ويدوم ثمره هذه الحقائق التي أعلنها المسيح النفس نحن لا نأتي بتفسير ولا بكلمات كما نتخيلها نحن لكن نأتي بعبارات المسيح ونقف أمامها ونسأل السؤال من الذي يستطيع أن يقول أنا هو خبز الحياة ومن الذي يستطيع أن يقول أنا هو نور العالم من يدبعني فلا يمشي في الظلم ihm Bin 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 أن يقول أنا هو القيامة والحياة ومن يستطيع أن يقول أنا هو الطريق والحق والحياة أليست هذه كلها هي طبيعة الله وأوصاف الله وكأن المسيح يشير إلى نفسه ويقول أنا هو أنا هو يهوى الذي أعلن عن نفسه في العهد القديم لكنه أتى متجسدا الكلمة صار جسدا وحل بيننا أصلي من كل قلبي أن هذه الكلمات تكون بتفتح قلبك لكي ما تقبل يسوع المسيح ابن الله المخلص لحياتك وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم